لنخر أحمد محمد طالب في مدرسة في ولاية تيكساس يبلغ من العمر 14 عاماً حصل على دعوة شخصية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيارة البيت الأبيض وذلك بعد أن ألقي القبض عليه هذا الأسبوع لإحضاره ساعة صنعها بنفسه لمعلمته بيد أنها ظنت أنها قنبلة هل الهلع والخوف من الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة تجعل منها دولة لا تفرق بين إرهابي مشبوه وبين إنسان بسيط أحمد محمد طالب مدرسة يبلغ من العمر 14 عاماً حدث ذكائه وقدرته على الاختراع وابتكاره ساعة اعتبرت جريمة في دولة لطالما تغنت بقيمها الأخلاقية ليتم القاء القبض عليه السلام عليكم إذن أعتقد أن الجميع يعرف أنني الشخص الذي اخترع الساعة والتي أثارت ضرجة كبيرة لقد ابتكرت الساعة لأثير إعجاب المعلمين ولكن عندما أظهرتها شعرت بالتهديد من المحزن حقاً أنها أخذت انطباعاً قاطئاً وبعد ذلك تم إلقاء القبض علي ولكن في وقت لاحق تم إسقاط التهم عني إذن ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية القبض على ليافع أحمد المسلم بعد أن ظنت معلمته أن الساعة التي صنعها قنبلة حيث قامت من دور السلطات المدرسية والتي قامت بدورها باستدعاء الشرطة كان على الطالب أن يقول إنها ساعة ولم يتحقق حينها في تفاصيل أخرى هذا ويخشى والد أحمد أن الحادثة وقع فقط بسبب خلفية ابنه الإسلامية ماذا باستطاعتي أن أقول؟ كل امتنان للبلاد المتحدة الأمريكية أنتم هنا منذ ست ساعات وربما ثماني ساعات والبعض منكم منذ يوم أمس إنما يحدث هو أمر مؤثر لمن لديه أطفال وهذه هي أمريكا أثار خبر اعتقال أحمد عاصفة وغضباً في التواصل الاجتماعي حيث يعتقد أن السبب الحقيقي وراء هذا الحدث هو التصنيف على أساس ديني وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ في جميع أنحاء العالم على تويتر ايستاند ويذ أحمد وفي تطور آخر أثنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أحمد محمد ومهاراته وأصدر دعوة رئاسية دعا فيها اليافع السوداني الأصل لزيارة البيت الأبيض وكتب تغريدة قال فيها ساعة عظيمة يا أحمد هل تريد أن تجلبها معك إلى البيت الأبيض؟ حسناً أعتقد أن الرئيس صدمك الكثيرين مننا جراء هذا الحدث حادثة أحمد قد ترسم نوعاً من الابتسامة على وجوه من استمع إليها إلا أنها تخفيف طياتها الكثير من المعاني والدلالات فيقد تكون صورة لمجتمع يعاني من مرض يسمى الإسلاموفوبيا